اشتركوا في القناة حيث دار حوار مفتوح شمل مجمل الأوضاع والتحديات الدولية والمحلية التي تمر بها المنطقة ألف مبروك إن شاء الله نفرح بيكم بتخرجكم وإن شاء الله تبقوا إضافة كبيرة جدا للقوات المسلحة بالجهد اللي تعمل خلال فترة إعدادكم في الكليات وخلال السنين اللي فات وإن شاء الله توفقوا في حياتكم من العملية حيث تناول اللقاء ثوابت السياسة المصرية بالتوازن والاعتدال والإيجابية لإنهاء الأزمات والصرعات في المنطقة إحنا لنا ثوابت في السياساتنا الخارجية الثوابت دي تتسم دائما بالاعتدال والتوازن في معالجة قضايا سواء كانت القضايا دي على مستوى الإقليم اللي هو منطقة الشرق الأوسط أو على مستوى العالم ويكون دائما دورنا دور إيجابي يعني لإنهاء الأزمات وحلها مش لتصعدها دي سوابت إحنا مشين بها في السياساتنا الخارجية والحقيقة دي مقدرة من دول العالم كلها أنه يحسوا أن مصر لها دور إيجابي في أن هي ما بتقومش أبدا بالعمل على سرعات أو إسجاء سرعات أو التآمر على الآخرين أو التدخل في شؤون الآخرين الدول يعني أنا بتكلم طيب إحنا بنحاول زي ما قلت اللي هو سياسة متزنة شديدة الاعتدال ما أمكن ومحاولة أن إحنا نمارس دور إيجابي في إنهاء الأزمات على مستوى العالم منطقتنا بتمر بمفترق طرق خطير جدا ومقه ده يتطلب مننا كلنا إن إحنا ننتبه لده وللعمل على إن إحنا نوجد زي ما قلت حوار استراتيجي فيما بيننا كلنا للوصول إلى حالة من التفاهم تجاه مصالحنا اللي أكيد مش متقطعة مع بعضها البعض بنبز الجهد جوير جدا والجهد ده حقق أهدافه أو حقق جزء من أهدافه مع الدول ديت ودول أخرى وتناول اللقاء مبادرة حياة كريمة وهنا حياة كريمة إحنا كنا نعملها ثلاث مراحل كم مرحلة؟ ثلاث مراحل كل مرحلة ألف وخمسمائة قرية كم؟ ألف وخمسمائة قرية ألف وخمسمائة قرية في كل مرحلة والتوابع التوابع بتاعتهم حوالي ثمانية وتلاثين أربعين ألف تابع للأربعة تلف وخمسمائة قرية دول كم؟ حوالي حفظهم أربعين أربعين ألف تابع يعني إيه؟ اللي هي شوية البيوت اللي حوالي القرية هنا وهنا 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 وكده ماشي؟ وبدأنا مرحلة على أن إحنا التكلفة المالية اللي محطوطة للموضوع دوت هتكلف ستمائة مليار جنيه لما نزلنا على الأرض يا أحمد الحجم المطلوب ضخم جدا وكان لازم نعمله في المرحلة الأولى نحن قرأنا نخلص فبدأ كنا حملين حسابنا أن تاخد سنة سنة ونص خدت تلس سنين وخدت خدت بدل 200 مليار جنيه حياة كريمة المرحلة الأولى دخل في 400 مليار جنيه المرحلة الأولى طيب المرحلة الثانية هتبقى كام أكيد الرقم زي إذا المكانش أكتر والمرحلة الثالثة كمان زيها طيب احنا بدأنا بقاني قرأ يا أحمد احنا بدأنا بالقرأ الأقصر تضرورا الأقصر حاجة وقلنا يعني كالعملية مش عملية إيه جينا لا دعنا درسنا إيه القرأ اللي احنا ندخل فيها وديناها أولويات المرحلة الأولى دي هي القرأ للصحابة أولا ثم القرأ الألف وخصوية الثانين هتبقى الأفضل شوية وثم المرحلة الثالثة والأخيرة إن شاء الله كده طيب الرقم كام الرقم زي ما قلت لك كده المتوقع للمرحلة الثانية ربعمائة مليار طبعا الزوف اللي احنا فيها الزوف صعبة يا أحمد وأنا بقولها لكن لا يمكن لا يمكن وأنا بأكد لك ده إن شاء الله إن احنا هنتوقف على الخطة دي خطة حياة كريم لا يمكن إنما عايز أقولك إيه أنا أنا فقط في الكام شهر اللي فاته دول من موارد قناة السويس بس أكتر من 300 مليار جنيه اللي هما إيه حوالي 6 6.5 مليار دولار 600 700 مليون دولار شهرقيا في المدة دي كلها ولسه فده يعني خلاني بننهي المرحلة الأولى لكن وابتدينا نخش على استحياء في المرحلة الثانية لكن الخطة ماشية يمكن قوة الدفع بتاعتها أقل شوية نتيجة الظروف اللي بحكي لك عليها اللي بتمنى من الله سبحانه وتعالى إنها تنتهي كما أكد سيادته على أهمية دراسة الرقمنة وعلوم الحاسبات للدخول إلى ميادين عمل جديدة فيه في الرقمنة بتتولد مليون فرصة عمل جديدة على الأقل في هذا المجال كم؟ مليون فرصة عمل وبالحقيقة إن فرص يعني إن يتولى أو يحد يلتحق بهذه الوظائف مش كتير قوي ليه؟ لأن مستوى التعليم المطلوب لممارسة هذه الوظائف مش كتير وهنا على سبيل في مصر في بلدنا إحنا مهتمين جداً بالموضوع دوت بأن إحنا يبقى موضوع الرقمنة والحاسبات ونظم المعلومات وكل الشغل المرتبط بالزكاء الاصطناعي كل العلوم المرتبطة بيها إحنا محتاجين نضخ فيها شباب وشابات أكتر كتير من الأعداد اللي بتخش ونخلي مستوى التعليم اللي بياخدوه مستوى تعليم متقدم جداً لأن ده الفرص العمل بتاعته موجودة وموجودة من البيت أنت معاكل الحاسب بتاعك ممكن تشتغله تخاطب العالم كله وتقدم مواهبك وهم يطلبوا منك ويبقى فيه اتفاق ويبعد لك المقابل بتاع الشغل اللي أنت هتعملوله وتخيل تخيل أن ده متاح دلوقتي ومتاح بالألاف الوظيف من مستوىات مختلفة وأنا كنت كلمت في الموضوع ده قبل كده كتير وقلت أن إحنا في مصر لكل الأسر المصرية انتبهوا وعلموا أولادكم تعليم لياخدوا فيه فرصة حقيقية للعمل وعمل إيه؟ زعائد ما عندكش فكرة كل ما يكون يعني الحاصل على المؤهل سواء كان شاب أو شابة متقدم جداً في تعليمه وكلما زادت فرص أنه ياخد أنا بكلم على النظم وعلى أندسة الحاسبات وعلى الذكاء الاصطناعي وعلى كل ما هو كل المجال ده كل ما يكون المستوى التعليم متقدم جداً جداً كل ما بيكون عنده فرصة أنه يشتغل وياخد عائد مجزي جداً 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 أنا أريد أن أقول لك من غير ما أذكر دول في دول المواطن فيها ياخد 3 أربعة ألاف دولار في الشهر وفي دول تانية ياخد 30 أربعين ألف دولار في الشهر ده حاسبات ورقمنة وده حاسبات ورقمنة ولكن مستوى التعليم ومستوى التأهيل ومستوى الإيجادة مختلفة كم؟ 30 أربعين ألف دولار في الشهر وخمسين ألف دولار في الشهر كمان طب ده معناه ده متاح لأبناء وبنات مصر طبعاً بشرط أن هم يلتحقوا وبسرعة في هذا التعليم والأهالي في مصر تحطوا هدف الأهالي في مصر تحط هذا الموضوع هدف وأنا اتكلمت فيه كتير والمفروض أن كل أجهزة الدولة كانت تشتغل لإلقاء الدوق عليه وللإشارة لي ولمساعدة الناس على أنها تتاخد التعليم ده إن أنا قلت قبل كده الأهالي بتاخد أبنائها وبناتها يروحوا بيها المدارس أو يروحوا بيها مراكز الدروس يعني لو هم حطوا الجهد ده في الموضوع اللي بقول عليه اللي هو العلوم ديت والكليات ديت وإحنا متوسعين فيها بشكل كبير جدا بس يهتموا بيهم وأن هم في الأربعة السنين بتوع الدراسة يشتغلوا معاهم بشكل قوي جدا بحيث أن هم يبقوا مستواهم يحقق المعايير اللي بقول لك عليها أنتوا هتجدوا فرص عمل ليهم وعواية كويسة لمصر وردا على سؤال من أحد الطلبة بشأن السنوكيات غير القانونية بإستغلال المميزات التي كفلتها الدولة لسيارات ذوي الإعاقة عربية رغم أن هي فيها إمكانيات كويسة بسعرها بس كلها جماعة مش صحة الموضوع ده مش صحة وترتب عليه الفكرة دي نفسها لما الدولة ما عملتهاش بشكل متعمق في الدراسة الناس الذين نستعرف أن نساعدهم ويضروفهم اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني تحطوا فيها تضروا نحن فوجئنا من ما يقرب من 160-200 ألف عربية دخلوا في خلال سنة ونص الجمارك بتاعتهم 20 مليار جنيه وتقريباً اللي خدوا العربية ديت 10-12% من المعاقين والباقي يا إما ورق مش مظبوط يا إما قدوا للمعاق حاجة وخد منه يعني بطاقته وخد منه كده وراح جاب العربية الكلام ده مش أحصل تاني أنا مش بقول كده عشان أنت ما تعملوش لا أنت بقول ما تعملش كده وأكد سيادته على تماسك الشعب المصري باعتباره الركيزة الأهم للحفاظ على أمن واستقرار الوطن أنا متصور أن الاختبار خلال 10-12 سنة اللي فاته رغم كل الظروف الصعبة دي هو متماسك ومتفاهم وأنا بقول له يعني بسجلك ده والتاريخ هيسجلك ده أنك أنت قدام كل الإجراءات اللي تعملت وكل الظروف الصعبة اللي مرنا بها فيها صامد ومستقر ولازم نستمر في صمودنا واستقرارنا حتى نحقق بفضل الله سبحانه وتعالى اللي احنا بننشده من خير وتقدم وازدهار لبلدنا الشعب المصري هو محور ارتكاز استراتيجي للدولة المصرية الشعب المصري محور ارتكاز استراتيجي للعفاظ على الدولة المصرية وبالتالي هو اللي بيحاول يعبس اللي بيحاول يحرك بيشتغل على ده وزي ما قلت كده في زيكم شباب كتير جدا دلوقتي موجود بقى عنده عشرين وخمسة وعشرين واقل شوية ده ما حضرش الحالة اللي احنا كنا موجودين فيها وحجم الخراب اللي احنا عشنا هل بعضكم يعتقد ان يقول يعني هل هذا الموضوع هو المهم؟ انا عايز اقولكو هذا الموضوع هو الاهم هو الفهم هو ده اللي حيخليك تصمد وتستحمل معايا لما ظروفك الاقتصادية تبقى صعبة هتستحمل هتبقى عارف ان الموضوع مفيش حد وانا قلت الكلام ده قبل كده على في مكاني يعني او اي مسؤول حتى عنده فرصة من يساعد الناس اللي عنده وميعملش والسلام انتوا طيبين والف ومبروك وسعيد بيكم وسعيد بأسئلتكم وفرحان بيكم متشكرين خلي بالكم من نفسكم حافظوا على نفسكم حافظوا على أساركم لما تتخرجوا بالسلام ان شاء الله قريبا ألف ألف مبروك لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة